اوفد فريق اسعاد الموظفين بمحاكم دبي ضمن فعاليات عام الخير 2017 رحلة لذوي الدخل المحدود من موظفي الدائرة لأداء مناسك العمرة برعاية موظفي محاكم دبي والمتعاملين معها وذلك في إطار المبادرات والنشاطات الاجتماعية التي يحرص الفريق على تنظيمها لموظفيه بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة وإيمانا بأهمية توفير الأجواء الروحانية للموظفين استمرارا لمسيرة الخير قدمت دولة الإمارات خلال الفترة من إبريل 2015 إلى مارس 2017 مساعدات خارجية لليمن بلغت في مجملها نحو 2 مليار دولار وذلك في إطار الدور الإنساني والتنموي الفاعل ومشاريع إعادة التأهيل والبناء تخفيفا لمعاناتهم واتساقا مع النهج الإنساني والتنموي للدولة استهدفت المساعدات الإماراتية نحو 10 ملايين يمني منهم 4 ملايين طفل بتوفير تطعيمات شلل الأطفال والحصبة ل488 ألف طفل منهم 130 ألف طفل دون سن العام الواحد و358 ألف طفل دون سن الخامسة في 11 محافظة يمنية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإهداء من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وشعب المملكة أعلن في احتفال عن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة التدريبية مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي شرق محافظة الزرقاء إلى جانب إنشاء 99 بناية سكنية بواقع 1032 شقة سكنية لضباط وأفراد القوات المسلحة في موقع آخر في الزرقاء جمع شاب فرنسي مقيم في الولايات المتحدة بات نجما على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تغريدات قليلة مساعدات بقيمة مليوني دولار ليرسل طائرة محملة بالأغذية إلى الصومال المهدد بالمجاعة بسبب الجفاف نشر جيروم تغريدة تتضمن شريط فيديو يروي فيه قصة طفلة توفيت جراء الجفاف في الصومال وأطلق الشاب البالغ 26 عاما تحديا وهو إرسال طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى الصومال ترجمة نانسي قنقر